بريل الأخضر المركز القوي جدا في النظافة بجد فخورة بي جدا لأنه فعلا بينلمع وبينظف جدا الألمونيا واللستلس والسيراميك أي جير في السيراميك أي بقع في الحمامات في الأحواط يعني عايز أقولك الصابون البريل بتاع النهاردة ده تنزف بيتك وهتشوفي من المكونات اللي هنحطها دلوقتي يلا نسمي باسم الله ونشوف الرغوة الأول ونشوف إحنا إزاي هنعمل العزمة زي ما احنا شايفين كده حطيت نقطة من البريل وحطيت شوية مية وزي ما احنا عارفين يعني عايز أقولك بأقل نقطة أنت ممكن تعملي البريل رغوة عالية جدا نظافة وتوفير في الكمية وتوفير في النظافة وتوفير في كل حاجة بصراحة عايز أقولك أنا حطيت دلوقتي لكتر من المية وحطيت معلقة من الكربوناتو الكربوناتو بينضف جدا الألمونيا واللستلس بينضف كل حاجة كل حاجة الأحواض البتجازر وخمسك كل شيء وحطيت نص كباية من السكر وحطيت كمان معلقة من ملح اللامون كل ده إضافات عالية الجودة جدا جدا للبريل بتاع النهاردة البريل فعلا يا جماعة لو جربتيه هتلاقي المكونات دي نظافة عالية جدا وجودتها عالية جدا معايا إيه؟ معايا نص كباية من النشا زي ما إحنا شايفين كده هندوبها في لتر من المية المية اللي استخدمتها النهاردة بردة من الحنفية هدوب النشا كويس جدا جدا وقلب كويس قوي تمام كده؟ أنا لقيت النشا ممكن تبقى شوية حطيت حوالي معلقتين كمان هقولك حطي كباية من النشا تمام كده؟ علشان يبقى العيار معينك تسقيل ومزبوط ومؤكس جدا طيب حطيت لتر من المية من الحنفية حطيت نص كباية من السكر حطيت معلقة كبيرة كاربوناتو معلقة ملح لامون حطيت كمان كباية من النشا وهقلب كويس جدا جدا زي ما احنا شايفين كده أنا قلت في الأول نص كباية من النشا هقولكم ليه لأن أنا بقيس عناية مزيد طب ده إيه يا أماني؟ أنا حطيت مواد يا جماعة عالية الجودة عشان أنا هستخدم السابون ده لكل حدا عندش أنا حتى لو احتاجت سابون للغسالة بحط قباية مع المسحوق تمام كده؟ حطيت كلوروكس بودر حطيت معلقة يعني كانت فايدة عندي كده فحطيتها كنت عاملة برسيل قبل كده فحطيتها قلت مش مشكلة ايه اه برضو نظافة حطيت كمام معلقة من الفانيش برضو كانت فايدة عندي يعني كل حاجة هتحطيها هتفيدك جدا في السابون أنا حطيت معلقة كبيرة من البطاس دوبتها وسبتها تبرد خالص في مياه متلجة لازم يا جماعة شرط تكون مياه متلجة تمام كده؟ كمان هحط سابون من اللي هو الجاهز صب ليه؟ اماني هتحط السابون انت حتى اضافات كويسة عشان السابون ده في التكسابون الاصلي احنا دلوقتي عملنا التكسابون هنعمل التكسابون هنشوفه لسه دلوقتي لما نيجي نحط البطاس بس انا حبي تعلي الجودة اخو التكسابون جاهز مع التكسابون اللي انا هعمله الطبيعي عشان المادة الحفزة وعشان السابون لما يقعد عندي ما يجرلوش حاجة ويبوز ولا يفصل ولا الريحة بتاعته تغير فهدوب كويس جدا للمكونات دي انا محتاجة لون فهحط لون كده وهقعد اجرب مع نفسي شوية الوام علشان اوصل للون كويس اللون ما بيفرقش معانا اي لون تفضلي حطيه مفيش اي مشكلة خالص ممكن ما تستخدميش لون خالص تمام كده؟ فانا دوبت اللون مع المكونات كلها اللي انا حطيتها بتنسينيش حبيبتي في اللايك والاشتراك وحل اجابة السؤال ان شاء الله اللي هنقوله لو منسيت اقوله هكتبه لكم على الفيديو بالشكل ده عايز اقولكم الكربوناتو معمول في القناة السوداء ايش معمولة في القناة اي حاجة انا بستخدمها يا جماعة معمولة في القناة اتلبوا مني اللينك بس تمام كده؟ انا قلبت كل حاجة بس بنقلهم في طبق كبير علشان الكمية يا جماعة ما شاء الله النهاردة خمسة لتر من البريل زي ما شفنا كده الجودة والتقل واللزوجة والتركيز في اول الفيديو طيب دلوقتي انا بعمل ايه؟ انا بتأكد ان المكونات كلها دايبة كويس جدا ما فيش اي حكا الكاعة معايا ولا اي حاجة ما دابتش سكر اي شيء تمام كده؟ دلوقتي بقى حط المكون بتاعنا اللي هو الاصلي بس اقول السؤال الاول السؤال بيقول ايه هو المكون الاساسي في الصابون الكتع الصلب اللي عملناه في الفيديو اللي فات المكون الاساسي اللي هو بيخلي السابون يتصبن بنجيف مكونين اساسيين مش الاضافات نكتب بقى الاجابة نقلب بقى كل مكونات البريل بص عايز اقولك انا التقليب بس عمل ايه؟ وشايفين الرغوة عاملة ازاي ده انا حتى مش عارفة اوريكم اللون من الرغو عمالة اشيلها عشان اوريكم اللون مش عارفة نحط بقى المكون اللي هيعملي القوام والتكسبون والنظافة اللي ما حصلتش في البريل ايه هو؟ هحط معلقة كبيرة مليانة انا حطيت معلقة ونص لان المعلقة مكتش مليانة قوي من البطاز اللي هو السودة الكوية اللي هو القاترونة اللي هو حجر تسليك المجاري اللي هو الديبوشار في الجزائر لو في اسمي تاني يقولوهولي في التعليقات طبعا انا بقى هحط المية عليه اما بتدويب البطاز ما تكتريش بقى السوائل خلاص احنا حطينا المية وحطينا كل حاجة هنشوف القوام وبقى كلا وعزنا مية تاني هنحط مية تمام كده هحط بقى عشان ادويب البطاز انا كده بحاول بس اشيل الرغوة عشان عايز اوريكم لما احط البطاز او الهيدروكسيدي السوديوم هيكون القوام عامل ازاي فانا بشيل بس الرغوة علشان يزهر معايا القوام واعرف ازهره واصوره واورهولكم زي ما احنا شايفين كده الحمد لله الرغوة تشالت وبتدي التروق معايا اصلي ده صابون وبريل عالم اماني مش اي بريل زي ما احنا عارفين ولمنجرب الحاجات بتاعتي عارف كويس جدا عايز اقول لكم يا حبيبي ما تنسوش تدعبوني بالاشتراك وباللايك اعملوا متابعة للصفحة تعليقاتكم بتساعدني جدا وبتفرحني قوي ان شاء الله ربنا يفرحكم يا رب كده انا خلاص شلت الرجوة ابتديت اعرف ان المكونات ده بتكويس لاني ما كنت شايفة الصراحة فحبتدي بقى ادوب قلب طوص تمام شايفين اهو كده كل حاجة دابت خلاص والرغوة هديت والحمد لله ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس يا حبيبي دلوقت انا بعمل ايه بزود يعني نص معلقة تاني من الكربوناتو لقيتها عندي قلت حطي يا بيت ما تستخسريش هتقعد تعمل ايه دي نص معلقة فحطتها تاني انا بحبه قوي قوي في المنظفات يا جماعة على فكرة بحبه قوي قوي طيب دلوقتي بعمل ايه دلوقتي حطيت البطاس معلش الحتة دي انا دوبته في نص كباية من الماء تمام كده لاحظوا كده اني يرسبوه معايا بيتقل ازاي بيبتدي يلف معايا وبيتقل وياداني قوام تحفة مش معقول الحتة اللي فاتتنا ايه حطيت نص كباية ماء على البطاس وسبته يبرد فانا لما سبته يبرد تقريبا ما كنتش صورت الحتة بتاعة الماء فصلت من قبل كده وما صورتش هي بس دوبت البطاس شايفين ما حطيت بقى البطاس اللي هو هيدروكسيد السوديو بتقل معايا الصابون احلى بريل يا جماعة ممكن تعملوه انا مش هسكت لحد كده لا انا هحط كمان شوية لون اخضر انا عايزاي لون البريل بالزبط علشان افرح وحس ان انا عملت حاجة ليه هكيمة وعملت حاجة زي الجهز واحسن اشتركوا في القناة